موسيقى وما كيش شي مشروع في إقليم بن سليمان كي يبدأ وكي سالي بنفس الشروط اللي كي نفتر تحملات تخيل معي الطريق المزدوج ما بين بوزنيقة و بن سليمان اللي كان خاصه يدير عام ونص دار ثمان سنين بدأت المحاكم كانت نظر عد نحن في إقليم بن سليمان كانت مني على أنه يتم الإسراع فمستعرات ديال التحقيق والبحت والتدقيق فهد الملف ديال الكريمين والبدراوي ونحن ما كان نطلبه إلا تحقيق الحق إلا تمت الإدانة ديالهم فخصم يأخذوا الجزاء وإلا ما كانت الإدانة ديالهم وتمت تبريئتهم كذلك فنحن نتقف القضاء بعد نشكي نديره ولكن اللي بغينا هو أن نبغينا ملفات كثيرة تحل ملفات كثيرة تخص لهذه الأشخاص ولا أشخاص آخرين ولا هيئات ولا وزارات لأن هذا شيء كثير بزاف قبيلا ما قلتش لك واحد واحد المشروع اللي كان في عهد السيد الوزير السابق عزيز الرباح ديال منطقة صناعية في عينتظاه أو قطب صناعي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي والوزارة ديالجهز أصدرت بلاغا في الأمر وحدت كل شيء لكلفة المالية لاش حال غادي يخدم لكذا لكذا وتبخر المشروع ولم يكن هناك أي شيء نعم مشاريع تاني كان نفس الشيء كلها تقريبا كلها واقفة كلها واقفة ما كيش شي مشروع في إقليم بن سليمان كي يبدأ ويسالي في وقته وما كيش شي مشروع في إقليم بن سليمان كي يبدأ ويسالي بنفس الشروط اللي كي نفتر تحملاته غياب المراقبة تواطئ في هذا العمل في إقليم بن سليمان من اللي بدأت المشاريع مثلا ديال التهيئة ديال الطرق والأزقة وذلك اللي هو من الغلاف المالي ديال الوزارة الداخلية اللي كانت تعاطيها المجلس الإقليمي وكانت مراقبة وبالتالي كانوا الشركتين اللي كانوا كي هاي وقدروا اللي بغاوه أول حد ساعدة إذا ضربت دورة في الشوارع وفي الأزقة اللي يتم تم التهيئاته هذه 6 شهر ما أتلقى لها جديد ما كي لا احتدك في كين ممنوع الوقوف في كين كده ما كي نجلس إباغات لا تحاجة وبالتالي ما كي شي مشروع في إقليم بن سليمان اللي هو الدار بالمواصفات ديره تخيل معي الطريق المزدوج ما بين بوزنيقة وبن سليمان اللي كان خاصه يدير عام ونص دار 8 سنين وتبدلت الشركة وجاءت الشركة أخرى وجاءت كده وجاءت وبالتالي ما زي يعني غياب المراقبة غياب التدقيق غياب الحزم غياب الشفافية غياب الضمار كل هذه الأشياء بطبيعة الحال كتخلي الإقليم بن سليمان اللي هو كان خاصه يكون من الأقالي اللي في المقدمة في التنمية لأنه وجاء فسط فسط المغريب ما بين عاصمتين العاصمة الإدارية والعاصمة الاقتصادية والمالية كتلقاها إقليم مهمش الجماعات مجموعات الجماعات ديالو كاريتا هذه رأها رسالة أخرى ستبشر المواطن لأنها بشيتي ولجيتي رأها المواطن والمسؤول لأن المواطن هو اللي يضع ذلك المنتخب ولا كيرا دوك اللي براش حان كامل بشيتي بشيتي لا هذا هو الإشكال حيث ده ما مليك الآن سأعطيك مثال ما تصوت مبشيش تصوت إشكال أخرى لا مبشيش تصوت حيث أنت لست مطالبا فقط بالتصويت أنت مطالب الترشيح على أنت ماشي كفاءة أنتيني دابا كتلقى شنو مجموعة ديالناس اللي كيعتبروا رؤسه معايقين وكده ما كي كتلقى مبس الجلش قاع ورس ما صعيه ونوخيه لا ما يمكن شوف من اللي كتسالي الانتخابات تصير قلب على النسبة كتلقى النسبة 33-34% من اللي كتقول 34% اللي بشيات صوتت في ناهية 66% لا مشيش تفقين 66% لا بشيات ماشي عاد ترشح ماشي عاد تصوت ماشي كذلك تقدم مرشحين وتنجح رغضها تدي كل شيء كلمة آخيرة كنتمنى على أنه تكون صحوة ضمير عند المواطن السليماني وانا كان قصد بالسليماني بإقليم بن سليمان يعني بالجماعات بخمستاش كنتمنى تكون واحد صحوة ديال الضمير على أنه ما يبقى الساكتين أي حاجة كتبال له خيبة يرسل يكتب شكايات لا تبقاش كتبشي غير تغوت وترجع تبشي تدير وقفه وترجع راه البصمة والآتار كيكون في الشكايات المكتوبة المحررة يجب وضع شكايات مكتوبة لدى كل الجهات المعنية انتم كأفراد أو كجماعات لأنها هي اللي كتبقى من بعد كيرجعوا لها يجب كذلك على أنه الإعداد باش تكون الانتخابات اللي جاية ان شاء الله انتخابات باش تخرجوا من عندكم ولداتكم وبنياتكم بطبيعة الحال الشرفاء والنزهاء اللي ممكن يغيروا هذا المنكر اللي كان اشتركوا في القناة